سيدي هل ساعدتني لو سمحت؟ طبعا يا صغيرتي هل أنت تائها؟ لا بل أنا الآن في المكان الصحيح سيدي أظن أنني تائها محل المثلجات في ذلك الاتجاه يتوى الصغيرة لماذا أتسوق ويمكنني أخذ ما شأت مجانا؟ ماذا تفعل أيها الحارس؟ واجهة جديدة ألم تصلك المذكرة؟ ماذا؟ لم يطلب منا عمل واجهة جديدة سمعت منك ما يكفي ماذا يحصل؟ ولكن أنا، ولكن ألم أكن للتو أمام المتجر؟ ولكن ماذا تفعلين؟ أنا سأتولى القيادة لا أنا سأقود أهذا أنت سيدي؟ لا، لست سيدك الآن على الأقل تغيير سيدي ماذا؟ ما الذي حدث؟ أشباح الشارع خذ إجازة مرضية قبل أن تكون هذه نهايتك واضع خطرة فسادة لقد أصبحت طريقة الهوية أكثر فطبوراً بفضل هذا الجهاز خاطف الأجساد صار جاهزاً من أجل الليلة مرحباً أنا بريتني أليكسندر وهذا برنامج عالم التسلية جميع مشاهير المجتمع سيكونون هنا من أجل قضية محيقة كانت الرؤية الشخصية لمدير شركة أونيل تيك رجل الخير داريوس دان أرجو أن تكونوا قد أحضرتم أزياءكم الرسمية لأننا سوف نصلك مشاهير المجتمع الليلة ولكن جامر هيد شركة أونيل تيك يحرصها أقوى فريق أمني في العالم ولا يمكننا الاضطراب من المبنى لكنهم لا يملكون ما يريده هذا خطف الأجساد جهاز فريد من نوعه يعمل بتكنولوجيا فضائية حتى أن لا أستطيع نسخها هذا الجهاز كلفني ثروة طائلة وهذه الليلة سوف أسترد ما دفعته مع فائدة مضاعفة هذا أسعد يوم حان وقت الاحتفال يا أصدقائي هيا افرحوا نعم إن لم تخنقني هذه البذلة الصخيفة أولا ما زلت لا أفهم لماذا علينا الذهاب إلى تلك الحفلة داريوس لا يدع أحدا يتكلم أنت هو الوريث الشرعي كودي وشركة أونيل تيك لك وحدك أضف أن المكان سيعيش بنجوم السينما والمشاهير أيضا وحملة الأسهم والمحاسبين والخبراء المملين والتاجر أونيل تيك هي جزء مهم من هويتك كودي والنينجا الحقيقي يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته تماما إذا تحضر نفسك واستعد للحفلة نعم نعم كيف يمكن أن نفسد على طريقة نينجا في مثل هذه الحالة؟ لا تقلق لدي الحل المناسب للمزورين المزعجين ماكياش ماكياش هي أين أنتم يا أصدقائي؟ داريو ستان على وشخ الوصول ولم أسلح ماكياشي بعد حاا ضح speedingي سيدتي إنك رائعة كما أنت تتّاما انتهينا حصان ترواض فوري ليساعدني أحد ما حالا لا أستطيع السيطرة على مغفليني معا أحتاج إلى واحد فقط لسرقة شركة أونيل تيك إنه مديرها العام داريس دعم أتوقع منكم يا أبنائي أن تتذكروا أنكم نينجا لذا تصرفوا باحترام ولياقة والآن أستأذن منكم إذ يجب أن أذهب لأبحث عن لفائف السجق إنها أول ما يتهي من الأطعمة من من المشهير هنا؟ انظروا لدي أخلام ومساحة كافية لتوقيع أسمائكم باحترام ولياقة هل تذكر؟ سيدات سادتي منذ تأسيسها قبل مئة عام وضعت شركة أونيل تيك على سلم أولوياتها العمل على تشجيع السلام والوفاق في العالم والواقع أن جسور مؤسستنا يلزمنا بعدم صنع أي نوع من الأسلحة مع أنه طلب منا مسحة ثقيلة واليوم نواصل تقليدنا الذي نفتخر به لترويج السلام فهنيئا بما تأكلون وتشربون واستمتعون أعرف أنه عمك لكن ثم تشعرني لا أفق به أبدا عم داريوس قد يعامل الأخرين بطريقة خاطئة لكنه لطالما أحسن معاملتي وحفظ على الشركة جيدا عزيزي كودي أنا مسرور جدا مسرور بأن إحساسك بالمسؤولية تجاه شركتك لم ينتهي تماما هيا عزيزي هناك طبقة أفضل من الزملاء تنتظرك وحاولوا ألا تؤذوا أحدا من ضيوفي أرجوكم إشترك في القناة حانا وقت العمل سيدان يوهو داريوس حانا الوقت لإجراء مقابلة خاصة معك هاي هل تصورين هل سأظهر على التلفاز لأنني أنا وكودي جونز ما هذا تحولت إلى جسد سلحفات هي لهم زي زخيف لم أتحدث مع سلحفات عملاقة هل أنت مشهور اذهبي وكني شيئا أنا مشهور جدا عجبا عجبا نواثق بأن هذه ثروة هذا الحديث الفكري هاي داريوس كنت أبحث عنك ليس الآن مايكي صحيح أنه شخص سخيف لكن الليلة هي لكودي صحيح أضف أن المعلم سلينتر يريد أن تقابل شخصا لكي يتباهى بك أمامه ثم بعد ذلك تقول إن القوة هي حقل للطاقة صنعتها تلك المخلوقات آه ولدي هؤلاء رجال من كوكب ميك إنهم يستخدمون نظاما مذهشا في الغبيات شبيها بطريقتنا في تشي مايك الأنجيلو رجاء أن استعرض أسلوب آتوني اللوتوس في التركيز من أجل زعبا إلى الأفاضل حسنا أبي لكنني بالأمس أضعت زهرة اللوتوس بينما كنت أولمع درعي مايك الأنجيلو لا تحرش نفسك أمام رجال كوكب ميك أبدا لا تكن متواضعا الآن مايك إنك أفضل من في استخدام تشي حسنا إذن ارفعوا أيديكم اخفضوا رؤوسكم مباشروا والآن بإذنكم لدي أمور نناقشها مع داريوس ماذا؟ هل نلعب لعبة التمثليات؟ هل ربحت؟ أرباح قوية جدا ومع ارتفاع حصتنا في الأسواق إلى خمسة عشر في المئة فإنني أتوقع تحول مبالغ كبيرة إلى أعمالنا الخيرية أهو هناك سأنتهز الفرصة أيهو قائد شجاع ما الأمر؟ لقد تركتني في مأزق أمام رجال المنك أقصد قرود المنك أين ذهبت؟ أريد فقط مخاطبة داريوس لماذا؟ هل ينوي فعل شيء؟ هل سنقبض عليه و... أوبس حسنا اسمعني ليو لما لا تجلس قليلا سوف أحضر لك بعض الماء فأنت تبدو هيا ابتعدوا عني عذرا أريد المرور نقدر اتفعت انتاجية الشركة بنحو ثمانين في المئة وتطور العمل بهذه الطريقة فيه أخبرني هل تحاول أن توقعنا في المتاعب؟ ولكن ما الذي تقصده؟ أين المعلم سترينتر ورجال المينك؟ نعم محسر المكتسبات الأساسية يظهر أرباحا أرباحا بالأرباع وبالدولارات أيضا علي الذهب إلى الحمان بالإذن إذا كنت مضطرا للذهاب فعليك أن تذهب هل رأيتم ذلك؟ عم داريوس فقد رجده تماما نعم ولكنه ليس الوحيد ليو لست أفهم إلى ما تلمح كنت أشاهد مايكي يتسبب بإحراج للمعلم سبينتر أنا؟ لقد كنت أحاول الحصول على توقيه أحد المشاهير وفجأة أراك ممسكا بي وكأنني دمي راقصة مهلا هل أنتم جدان فعلا؟ ألا تتذكرني أنكم تصرفتما بغرابة؟ وعم داريوس يفعل شيئا نفسه هناك أمر ما يجب أن نتحقق من نياجريك أخيرا سأتمكن من الدخول هيا سيد داريوس أرني ما لدي عم داريوس أيها البديل عمي أحسنا كان ذلك تصرفا غريبا لم ينفعل ولولي لحظة مع أنه لا يحب كلمة بدين إلى أين يوصل هذا المصعد؟ إلى المناطق المحظورة ممنوع ممنوع إنه لا يسمح لنا بالدخول كيف هذا ويمكنني دخول كل الطوابق هذا غير طبيعي سأحقق بالأمر يلا همين ترسانة يا لن روح لا أصدق ولدينا المزيد من الأشياء الجميلة أسلحة ثقيلة أسلحة خفيفة دروع سأسمع ثروة من بيع مخططات صراع هذه الأسلحة أنا لست أفهم كل هذه الأسلحة ما معنى ذلك لا أظن أني دخلت هذا الطابق من قبل كنت أظنه مهزنا أو بالأحرى هو مستوضع كبير لأسلحة التدمير أصدقائي أنظروا قبقتنا لقد انتهى وقت المرح أمي داريوس هذا لا يصدق إطلاقا نفتوا جرماط العصر بنجاحه سنتقيموا من أعداي أيضا أحاااا أدوكييزر إشترك في القناطي هل تظن أن ذلك يثبت أننا كنا محقين بأن عمه شخص شرير ويدير الشركة لحسابه؟ بل وأكثر سيبدأ الحفل الآن فليرقص الجميع قد يبدو كلامي غريبا ولكن لا أظن أن هذا الرجل هو عم داريوس سأقضي عليكم أيها الأوغاد الآن اسمعوني لنخرج داريوس من هذا المكان قبل أن يقضي علينا وبعد ذلك نحل لغزة حقيقة من يكون متعبير آخر حان وقف النينجا هاي لقد استأجرت البذلة كان الأفضل أن لا تخلع بذلتك الرسمية الدروع الحربية أصبحت موضة قديمة أنت لست داريوس ماذا فعلت به تكلم أسكت أيها الفتى انقضوا عليه الآن بكل سرور أمسكت بك أصمر يا صديقي أصدوا عليه أسرعوا تحققوا من أنه بخير تقدموا بانتباه شديد ما الذي فعلتمه بي أيها السلاحف الأغبياء يبدو أن داريوس عاد إلى طبيعته ما رأيك في ذلك كودي أظن أنكم مجموعة أغبياء كودي شكرا على مساعدتكم أيها الأغبياء هذه المخططات ستجعلني ثريا وها هي حصتكم من الأرباح كم نحتمي أنا قبلك يا صديقي أنتم هالكون بسبب فعلتكم هذه إنه داريوس بالتأكيد يبدو أن الشرير الحقيقي ينتقل من شخص إلى آخر لهذا السبب هناك فجبة في ذكرتكم ولهذا عاد داريوس إلى طبيعته اللطيفة هذا يعني أن كودي في خطر ها هو هناك ها هو هناك هاي حاودي لماذا تركض يا ولدي ها أطبال المعبرة ها أه ها أصدقائي لم يكن في الطابق العلوي قبل لحظات انتقل إلى شخص آخر من هو؟ شخص واحد سيغادر الحفلة وهو الشخص الذي نبحث عنه بسرعة المعلم سبلينتر في خطر استيقظي أيتها الأطياب حان وقت الرحيل أشباح الشارع لا بد من أنه جامرهيد لقد وجد طريقة للسيطرة على عقول الآخرين نعم لكن ذلك لن يطول لا تدعوه يصل إلى جسمه الحقيقي سوف يهرب ولم نستطيع الإمسك به انتهى أمرك جامرهيد ليس قبل أن أبدأ بلعبة جديدة هاول أن تمسك بي ولكن ما معنى هذا؟ لماذا تهاجمونني يا أولادي؟ سبلينتر عاد مجددا هاي عرفت من اللكمة التي أصبت بها إن جامرهيد يسيطر على أجساد الآخرين وهذا يعني إن لم يكن في داخلك أيها المعلم فلابد أنه في واحد مننا لا أعتقد أنه في داخل أي مننا فلننهي هذه الليلة بسلام ننهي؟ هذا لسلام لا أعتقد أنه في داخل أي مننا لا أعتقد أنه في داخل أي مننا والآن سوف ينتهي هل سيكون بخير سيد الضابط؟ لا تقرقوا سيكون بخير في السجن هذه المرة كونوا متأكدين لا أعرف كيف أشكركم على ردع ذلك المجنون عن سرقة المختبرات أنا فارح لأن كل شيء بخير هذا كلام فارح كدنا نقتل بسبب تلك الدرع الحربية التي خرجت من مختبراتك مختبر يعج بكل أنواع الأسلحة أخبرني عمي ما حقيقة ما يجري هنا؟ حضرة الضابط هل تشرح لهم ما هو برنامج سلامة البال؟ لا بالتأكيد السيد داريوس كان عونا في جمع تلك الأسلحة من شوارعنا أي أسلحة خطيرة صدرتها الشرطة تم تسليمها إلى شركة أونال تيك ويقوم السيد داريوس بتفكيكها وإعادة تصنيعها في منتجات مفيدة يوزعها بعد ذلك على المحتاجين إذن الأسلحة التي رأيناها كانت في انتظار إعادة تصنيعها هذا صحيح وطالما أنكم اقتنعتم بالقصة فعلينا أن نذهب ونودع ضيوفنا الكرام فعلها ثانية ذلك الماكر عديم الفائدة معلم ستلينتر إنه يكذب علينا باريوس هذا هو سيد المكر والدهاء ليوناردو ولكن يجب أن نصبر حتى يكشف نفسه ذات يوم وعندما يفعل سنكون له بالمرصة Educator إشتارك فيل كاناتي اشتارك فيل كانت تصنيعها في المترجمات اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر